احنا في دول عربية كانت معانا عدد سكانها سابت 11 مليون 11.5 مليون احنا خلال 14 سنة رقم كبير 25 مليون او ما يقرب من ده فده برضو خطر انه لازم يبقى نفتح ودائما نفتح الباب لمناقشات مجلس الاعلى التعليم مهم التوعية بالتنظيم الاسرة وبانه النهاردة اللي بينجب اطفال لازم يعلمهم كويس وانه مش بقول ان انا هوقف انه علم يمكن الرئيس نبي اللي ده قلن انه هو مش عندوش زمد لكن الحقيقة انه كل القضايا دي مرتبطة بالتعليم وبالوعي اللي بتعلم كويس هيعلم ولاده كويس بصريين اكتر ناس بيحبوا بيحرصوا على تعليم ولادهم بيقطع من قوته في الدروس خصية يعني مع انها مظاهرة سلبية لكن يدفع الاف ممكن ما يبقاش معاه غيره وما يعمل جمعيات عارفت لك مستوى التعليم اذا احنا الدولة دي او المؤسسات الاهلية بتعمل جمعيات كبيرة جدا ان شام مصري وحاجات زي تحيا مصر او غيره لتمويل التعليم مع الدولة والدولة والحكومة عليها دور مهم جدا وان احنا ندمج الانترنت مع كل ده في طرق جديدة هل المجلس الاعلى هل الحوار الوطني المهم اللي حصل ده هل احنا يستحق التعليم المصري ان يبقى في حوار مجتمع طول الوقت وان احنا نتعامل مع ده بشجاعة نتعامل مع مكتب التنسيق بيقدم عدلة شكلي لكن لا يفيد التلاميذ اللي يتخربوا بيعودوا جنب اهليهم بس كمان طب فيه امتحانات قدرات طب ما يزال هو الضمانة الوحيدة للمساواة يعني بيساوي بين حسب المجموع طريقة عمياء في التعامل في النقطة دي استاذ اكرم الخاصة بالمجموع امتحان قدرات لو يدخل علم يدخل علم الطريقة معانا لو يدخل ادبي ولازم الادبي والعلم يبقى مع بعض حتى العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية مهمة جدا مع العلوم الانسانية مدهي اللي عايزة تحاك عليه لان الرئيس كمان اكد انه مش لازم الطالب يكتفي بانه اربع سنين وياخد شهادة وخلاص لكن ازاي يقدر يطور قدراته علشان تواكب بسوء العمل حتى لو هو ما دخلش الكلية اللي هو يتمنىها او المجموع في السنوية العامة خلاه يدخل في السياق معين ما كانش هو اللي بيطمحيه من البداية ازاي ممكن ده يحصل من الطالب وكمان يكون فيه تعاون ودعم من الدولة المهارات احيانا تكون اهمة من التعليم وفيه نقطة مهمة جدا اشارتها في ده هنفتكر الدولة في فترة من الفترات منذ الستينات احنا عارفين انه الدكتور طاحسين هو اللي دعا الفكرة انه التعليم كالماء والهوات وكان التعليم الابتدائي وبعد كده جي الرئيس جمال عبد الناصر عمل السنوي سمى الجامعة بس الحقيقة احنا كنا منتكلم في خمسة وعشرين مليون تمانية وعشرين مليون تلاتين مليون مهارات احنا ما هو خمسة مليون فيه تزايد كبير يبقى انا لازم اربط ده ونترح الدولة كانت مسؤولة عن تعليم الناس وتوظيفهم وده عمل ده كان عيوبه عمل بطالة مقنعة وناس وظائف بلا وظيفة وبيروقراطية وقدت لمشكلات امراض كثيرة جدا دولاب الدولة المصرية النهاردة بيعاني من ترقومات والدولة ما تقدرش تمشي الناس دايما رئيس لو انا هعمل بجد الناس دي ملهاش فايدة وبتعطل ما واللي بعطل ده مني يعني ايجاري وقريبي وصحبي وبالتالي برة اللي بنلاقي الطالب بيشتغل عشان يمول لو هو ابو غني بيروح يدخلوا جامعة في امريكا لو هو مش كده بيشتغل وبالمناسبة ممكن يتخرج في تخصص معانو اشتغل في حاجة تاني فالفكرة هنا هذا النقاش كان فيه كلاب قبل كده انه استنوال عامة دي بلاها صلاحية خمس او ست سنين انا اطلع واشتغل واخد مهارات معينة في شغلانا ثم اعمل في ده محمول احزت النهاردة احنا فيه تطور علمي لكن التعليم الفني مثلا اهمل عندنا احنا عندنا معاناة حقيقية في وظائف مهمة جدا لبعض الشركات بيجبوها منبرة لانها مش موجودة لحم تحت الماء مش عارف الصنع الخراط الكهربائي الكهرباء وده انشعيم يعني احنا كنا بنشوف زمان هذا الرجل المهنة دي لا احترامها وممكن يبقى طالب بالمناسبة وبشتغل وانا ليه ناس اصدقاء وزملاء وكتير وكلنا كنا بنشتغل واحنا الطلبة عشان نقدر نتابع حياتنا موسيقى